أكد الرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن أعمال التطوير الجارية بميناء العريش تأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية وخلال لقائه محافظة شمال سيناء محمد عبدالفضي الشوشة أوضح جمال الدين أن تطوير ميناء العريش في إطار الأولويات لتنمية سيناء وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء بتكلفة تبلغ أربعة مليارات جنيه ومن جانبه قال محافظ شمال سيناء إن ميناء العريش تم إعادة تشغيله في يناير 2021 وأعيد بعملية تطوير ضخمة وستنتهي في مراحل قريبة لخير سيناء والمنطقة الاقتصادية بشكل عام